السلام عليكم. سعد الله يومكم وكل اوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله سأسوي معاكم كيكة شوكولاتة سهلة ومليانة صوص وسريعة ما تاخذ وقت. يمكن اخذت وقت في التصوير يعني. لكن هي جدا جدا سريعة. اول شي هنا جهزت مكوناتي. انا طبيعتي يعني بتصوير او من غير تصوير احب اجمع المكونات كلها في صحن عشان ما انسى بعضها. فبهذا الطريق يعني في تبسي في صحن. فجمعت كل المكونات اللي هستخدمها. هاكتب لكم باذن الله في صندوق الوصف المقادير مضبوطة. اول شي هنا عندي حطيت كاسة ونص دقيق. استخدمت بنات الكوب المعياري اللي يسألوني دائما على الكوب. اي كوب? اي كوب انتي ما اعتمدته? انا في الغالب استخدم اكواب ايكيا. لكن هنا استخدمت الكوب المعياري. اللي تبغى يعني مقادير مضبوطة. طيب. حطيت في المنخل. هانخل اول الشي المقادير الجافة. حطيت كاسة ونص دقيق. ونص كاسة اه شوكولاتة بودرة خام. ما هي محلاة. ورشة ملح. وهحط نص ملعقة. اللي هي ملعقة الشاي. اه بكربونات الصوديوم. وملعقة بكم بودرة. وهنا حطيت ملعقة قرفة. هذا اختياري بس صراحة معا كيكة الشوكولاتة. اضافة القرفة تعطيها نكهة جدا لذيذة. ما يبان يعني النكهة ماتبان لكن اه تعطيها كده مذاق حلو. اه وزي ما قلت لكم هنا اه البكم بودر وبكربونات الصوديوم. دائما بكربونات الصوديوم تكون اقل من البكم بودر. يعني نص للبكربونات وملعقة للبكم بودر. وانخلها. حركة النخل. بالنسبة للكيك. للمكبونات الجافة جدا تفرق. يعني تفرق فيها شاشة الكيك. وطبعا كله لازم يكون بحرارة الغرفة. انا من النوع اللي احطها الدقيق في الثلاجة. احفظ في الثلاجة. فقبل بوقت اخرجه. اخرج الحليب اذا كان في الثلاجة. اخرج البيض. لان يسير بحرارة المطبخ. هنا المكونات الجافة كلها لاخبطها. اخليها على جنب. وابدأ في السوائل. عندي اذا كان البيض اللي عندك كبير يكفي حبة واحدة. انا حطيت حبتين لان البيض اللي عنده صغير. حبتين بيض. وحاحط عليه بكة اه فانيليا. واخبط بالمضرب اليدوي. ما استعملت لا عجانة ولا خلاط ولا شي لانها جدا جدا قلت لكم سريعة. يمكن اللي خلاها تطول بس هو التصوير لها. وحطيت اه كاسة سكر. وبالمضرب اليدوي زي ما قلت لكم اه اضرب بالكيكة. طبعا عندنا احنا اه اجازة مطولة عندنا في السعودية اللي هو يوم الربوع والخميس. الاربعة هو اجازة مطولة الخميس بمناسبة اليوم الوطني. اه ليوافق يوم الجمعة ثلاثة وعشرين سبتمبر. هو الذكرى الوطنية اثنين تسعين لبلدنا. الله يديم علينا الامن والامان. ويجعل بلادنا باذن الله من تطور تطور ومن اه احسن لاحسن يا رب العالمين. اه زي ما انتم شايفين اه خلط. طبعا اسرع الفيديو وقت الخلط ما ابغى لاني سايبة الكاميرا فما ابغاكم تتملو. حطيت نص اه كوب زيت وكوب حليب. ورجعت اخفق اه مرة ثانية طبعا الفرن. اول شي سويت اني شغلت الفرن. قبل ما ابدا في تجهيز المقادير. هنا المقادير الجافة. اضفتها على السوائل. وارجع اخلط مرة ثانية. اه زي ما قلت لكم الفرن ساخن. هنا اخلط بس ما ابالغ في الخلط. دائما لما نضيف المقادير الجافة ما تبالغي في الخلط. يعني اتحاولها بحركة خفيفة تشيل المقادير من تحت لفوق زي كذا. الياني انخلط معاكي المقدار. لكن طبعا ما هو بسرعة خلطنة لما كنا نخلط البيض. خلاص اضيفة الان اضافة اه لها دور في الهشاشة الكيكة الشوكولاتة صراحة. انا يعني اكثر مرة استخدمتها. ما كيكة الشوكولاتة ما استخدمتها معاي كيكة ثانية. اني اضيف نص كوب ماء مغلي. مو دافي. لا مغلي. شايفينه الدخان يخرج. موية مغلية. نص كوب. يعني يفرق كثير في هشاشة الكيكة. خلاص اه اخلط المكونات وعند الصينية مجهزتها تتهنيها زبدة تتهنيها زيت. اه انا دهنتها هنا بي اه ورشيتها ببخاخ الزيت. اه احط المقادير زي ما قلت للكم الفرن ساخن على حرارة مية وثمانين. هادخلها اه من تحت. وبعدين اذا احتاج الوجه التحمير لانه شوكولاتة فما هيحتاج الوجه التحمير. وهحط عليها صوص. اخذت معايا اه نص ساعة. مو اكثر من كده لان المقدار ترى قليل مو كثير. فاخذت معايا نص ساعة في السوا بس خرجتها وكانت اه مستوية. طيب اه انا ما قطعتها في النهاية هتشوفوا لان عيالي مشتهين زي كيكة مليانة صوص. و اه فحبهت انهم يعني يشبعوا من الصوص من نفس الصينية فما قطعتها في الاخر اكناها من نفس الصينية وخاصة ان هي دافية بنات جدا لذيذة يعني ما خليتها تبرد لا قدمتها وهي دافية وحررت الشوكولاتة مع الكيك كذا جدا لذيذة. هنا الصوص اللي ححطه على الوجه انا حطيت علبة قشطة واستخدمت اربع جالكسي. اي نوع شوكولاتة تبغي. اه المهم انه ما يكون فيه مكسرات بسكوت يعني عشان يكون الصوص ناعم. اه انا ذوبت في المكرويف كنت كل خمستاشر ثاني اخرجه اقلب. لاني ما ابغى القشطة يعني كده تقطع وتنعدم. فكنت كل خمستاشر ثاني اخرجه زي كده اقلب. واشوف مستوى الزوبان قديش ذاب. وارجع مرة ثانية ارجعه يذوب. طيب نفس الطريق شايفين هذا الشكل النهائي. في النهاية زي كده الصوص. في هذا الوقت كانت الكيكة جهزة. خرجتها شايفين. اه دافية وصبيت عليها الصوص دافي. خرمتها قبل ما اصحب الصوص. لاني ابغى يدخل اه يعني جوه شوية كده. يتغلغل فيه. ومشاء الله كان غرقان. يعني مع انه جزء دخل جوه بس برضو كانت الكيكة غرقانة بالصوص. طيب كأنه يعني لما كناها دافية كده الكيكة مع صوص كانه سفليه. يعني دخل فيه جزء جوه. ونفسه دافي كأنه سفليه. اه زيني الوجهة باللي تبغي. انا كنت حابة زين بالفليك. فتفيت شوكولاتة الفليك لكن ما عندي. فرشيتها بشوكولاتة المحلى هذي اللي هي نسكويك. يعني اعطت شكل ولا هي يعني من غير حلوة بس مجرد يعني نغير شكلها. هذا الشكل النهائي. جدا لذيذة قد ما اقول لكم لذيذة. اه ما رح يعني تكتشفوا الى لما تجربوها. شايفين شكلها من جوة. باوريكم شايفين كيف الصوص ما شاء الله تبارك الله. هذا اكبر حماس انكم تقوموا تسووها الان. وبما انه يومين اجازة لعياننا فرحوهم اليوم بالاجازة وسووا لهم كيكة زي كذا. مقادرة سهلة. باذن الله تجربوها. متعجبكم. وعلينا وعليكم بالف عافية. اشتركوا في القناة